التقرير اللي صادر من الجنيف بيتكلم بيقول بيان صادر من واحد ودلين دولة بيتكلم عن حقوق الانسان في مصر او عن انتهاكات حقوق الانسان في مصر مقدم باسم دولة اسمها فنلندا مين فنلندا دي؟ ليه صاحبين فنلندا دي؟ حد يعرف فنلندا دي عصبتها ايه؟ انا بسخف من ايوة بسخف وبسطح من فنلندا ايه فنلندا كان مواطن عنده؟ عرض سكانهم قد ايه؟ عشان تقدم دولة اسمها فنلندا عن حالة حقوق الانسان في مصر وهي لا تدري يعني ايه انسان اصلا في مصر ولا ظروفه ايه؟ ولا المشاكل والتحديات اللي بوجهه ايه؟ دولة قاعدة في اللالالند ما عندهمش لا مشاكل اقتصادية ولا عندهم ارهاب ولا عندهم منطقة ملتهبة ولا عندهم حدود 1200 كيلو مع ليبيا ولا عندهم حدود مع السودان ولا مع حماس وجايين بيكلموا وينظرون ويندونا درس في الاخلاق مرفوض هذا الدرس مرفوض هذه الوصاية والكلام دي لازم نقوله باعلى صوت هؤلاء الذين يمسكون العصر من المنتصف لا مكان لهم الان اقول هلك الرماديون هلك الرماديون الذين يحاولون ارضاء جميع الاطراف نحن في مفترق طرق الان اقول بان هذا البيان وهذا التقرير جاء في هذا التوقيت 2021 الرئيس لسه من ساعات بيقول احنا بنبشر الناس بنتشين الجمهورية الجديدة يعني طلعين مش نازلين يعني متقدمين مش راجعين لورا يعني معدل نمو بتاع العالم كله بيشهد به يعني ما جرى في مصر من بنية تحتية وبنية انشائية تغيير حقيقي في مزاج المواطن في حياة المواطن بنشوفه في كل مكان هنا لابد ان فيه الناس تدخل تقولك لا كفاية عليهم نوقف البلد دي لو انطلقت هيبقى في مشكلة الكلام اللي بقوله الكلام اللي بقوله ارجو ان الناس تنتبه انه حصل قبل كده اللي بقوله حصل قبل كده البلد كل ما تيجي تنطلق الى الامام واول ما تطلع على الطريق الصحيح وقبل ان تنطلق بيتم ايقافها وضع العراقيل خصل هذا الكلام في 1840 افتكر هذا الكلام جيدا ايام محمد علي وحصل هذا الكلام في الستينات مع جمال عبد الناصر وبيخططوا انه يحصل هذا الكلام دلوقتي مع عبد الفتاح السيسي بقول تاني شعب مصر الان عنده وعي وعنده قوة وعنده فهم تماما لهذه التحديات ايه يعني لما يطلع لي واحد وثلاثين دولة يبصمهم وانا بقول لهذا الكلام واحد زي اي حد ممكن تمضي معاه على الشاكوى دي يمضي على الشاكوى دي واحد وثلاثين دولة وماذا واحد يقول لك يا عمد المانيا وفرنسا وغير وغير ما احنا بنقعد معهم وبيتكلم لك هو الانسان هو كلام للاستلاك المحلي عندهم احنا قدر بحقوق الانسان المصري من هؤلاء احنا عندنا اصحاب الهمم اللي هما المعاقين مفيش دولة في العالم بتعمله زي اللي بتعمل في مصر عندنا المرأة اللي خانت حقها دلوقتي وشوفوا عندنا كام نائبة في البرلمان ومجل الشوخ وكام وزيرة والتمكين المرأة والدفاع على المرأة لم لا توجد دولة في العالم وانا بقول هذا الكلام حققت هذا الانجاز في هذا التوقيت في هذا الوقت بقول تاني حق الانسان المصري في السكن العشوائيات حد يكلمني من الواحد وثلين دولة على عشوائيات حد من الواحد وثلاتين دولة دول مدي ايده ساعدني في العشوائيات ونقل الناس اهلينا من العشوائيات اللي استسعى ساكنين في قوضة عشان انقلهم ووديهم اماكن اخرى حد من الواحد وثلين دولة دول مدي ايده وساهم معاه في بناء مشتشفى حد من الواحد وثلاتين دولة دول قدم ايده وقال لخل لقاحات حد من الواحد وثلاتين دولة دول جولي وقالولي يلا نساعدك في ضرب الارهاب حد من الواحد الالتين دولة دول قالك يلا تيجي عشان نخدع على فيروس سي لا